فإنه يخرجه لأنال هذا الفضل ليحصل له هذا الفضل فيصير طهرة لصومه وطعمة أيضا لغيره وهكذا يعم الخير المجتمع المسلم ففي زكاة الفترة ورد أنها طهرة للصائم من اللغوي يعني ما يحصل على الصائم من نقص فإنه قد يزل بكلمة أو نحو ذلك أو شيء مما يكون منكسا من كمال الصوم إذا كان صوم يوم أحد يكون فلا يرفض ولا يصهب فإن سابه أحد فليقول إني أو قاتله فليقول إني صائم فمع الزمن استمرار الصوم لمدة شهر كامل وقد عرف من حال الإنسان الضعف والعجز والنقص والغفلة والسهو بل وبعض الأحيان تزل به القدم في الأخطاء وفي المنهيات فارتكب منهيا إلى آخره فتكون هذه الزكاة التي خرجها الصائم عقب صومه تكون طهرة له لصومه تكمل النقص يسدد الله بها الخلل كما وهذا من دعاب الشرع فمثلا الصلاة عقب أدائها مباشرة تنسن أن يذكر أذكارا معينة أو لا من أجل أنه إذا حصل عنده ضعف في الخشوع في حضور القلب في كذا إلى آخره لعل هذا يجبر ولهذا شرع سجود السهو عندما يقع عندما يقع سهو في الصلاة ليجبر ذلك الخلل وهكذا الأذكار بعد الصلاة منها الاستغفار وهكذا زكاة الفطرة بعد الصوم وأمر الله بعد الحج بذكره جل وعلا كما هو معلوم في كتابه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله إلى آخر الآية وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين فانظر لفضل الله ورحمته وإحسانه قدر قليل بالنسبة لي غيره اجعل الله فيه هذا الخير يسد به خلة المساكين وطهرة للصائمين يعني يقدم هذا المقدار فيكون فيه خير للطرفين وفيه نفع للطرفين للمتصدق وللمتصدق عليه ولهذا وسع فيها الشرع كما سيأتي حتى الفقير إذا فضل عن حاجته ومن يعول يوم العيد وليلته ولو بعض الشيء ولو بعض المقدار فإنه يخرجه لأنال هذا الفضل ليحصل له هذا الفضل فيصير طهرة لصومه وطعمة أيضا لغيره وهكذا يعمى الخير المجتمع المسلم